حجزت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة أسلحة وذخراحية ومعدات حربية في عملية نوعية بالتنسيق مع النياب العامة وحسب المصدر الأمني فإن هذه الأسلحة تم حجزها في مسكن وتوقيف شخص على ذمة هذه القضية في طار مكافحة الجريمة عبر قطاع الاختصاص تمكنت قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة بناء على تحرية ميدانية من الوصول إلى معلومات مؤكدة مفادها حيازة أحد الأشخاص لأسلحة وكمية معتبرة من الذخرة داخل مسكنه بطريقة غير شرعية الأسلحة المحجوزة تمثلت في عشر قطع أسلحة وأكثر من خمسة آلاف خرطوشة وأكثر من ستة آلاف كبسولة زيادة على كميات معتبرة من البارود ومادة الصاشم إضافة إلى معدات وأدوات لصنع الأسلحة ووسائل لتعبية الخرطيش ومنظار حربي ميداني إذ بالتنسيق مع النيابة المحلية بعد الحصول على الإذن بتفتيش مسكن هذا الأخير تم محاصرة المكان والدخول إليه حيث أفضت عملية التفتيش إلى العثور على عشر قطع أسلحة من السنف الخامس بالإضافة إلى أكثر من خمسة آلاف وربع وعشر خرطوشة من مختلف العيارات 12 ميليمتر 16 ميليمتر و20 ميليمتر العملية أصفرت عن حجز أكثر من ستة آلاف وربع وربع وخمسين كبسولة أكثر من خمسة كيلوغرام من مادة البارود أكثر من ألفين فلينة حوالي واحد فاصل خمسة وستين كيلوغرام من مادة الصاشم كما تم حجز بعين المكان من دار حرب ميداني ومعدات وآلات تستعمل في تسليح الأسلحة ويعادة تعبئة الخرطيش التحقيقات لا تزال متواصلة في هذه القضية مع العلم بأن الشخص الموقوف تم تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة